جنبا إلى جنب ضد الفاشية العدالة لهراندينك لن ننسى لن نغفر تلك بعض الشعرات التي رددها مئات المتظاهرين الأتراك في مدينة اسطنبول في الذكرى التاسعة لاغتيال الصحفي من أصل أرمني هراندينك في ظروف لم يتمكن القضاء من توضيح ملابساتها تماما وكان دينك سعى في حياته للمصالح بين الأتراك والأرمن ويقول متظاهر كان يدعو إلى السلام وكان بمثابة حلقة وصل بين الناس وبالتالي من المهم جدا إحياء ذكرى هراندينك وكان أحد القوميين سرع إلى الاعتراف بقتله دينك وحكم عليه بالسجن 23 عاما لكن هوية المخاططين للجريمة لم تكشف وفي السنة الماضية أحيل مسؤولون من الشرطة أمام القضاء لإهمالهم تهديدات بحق دينك ويقول محام هراندينك تحقيق جدي إلى حد ما فتح في 2014 وأخذ في الاعتبار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحققنا تقدما في هذا السياق كان ذلك متأخرا جدا وتوصلنا إلى ذلك بعد تسع سنوات ولكن الإدانة متزال مهمة وكان دينك ختل أمام مقر الأسبوعية التركية الأرمينية التي كان يديرها ويقول موفد يورونيوز تحت حراسة أمنية مشددة بسبب ازدياد الهجمات الإرهابية في اسطنبول تم إحياء الذكرى التاسعة لرحيل الصحافي هراندينك وتساءلوا أصدقاؤه وزملائه عن هوية عن من خطط ونفذ الجريمة مطالبين بتحقيق العدالة يورونيوز إسطنبول